شارك وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين لدورة السابعة والعشرين لمؤتمر تغير المناخ شارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يُعقد بمدينة دافوس السويسرية وخلال جلسة تحت عنوان الطريق إلى دورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ استعرد وزير الخارجية رؤية مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف والتي تستضيفها وتترأسها مصر في مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم موضحا أن هذه الرؤية تستند إلى ضرورة التركيز على التنفيذ الفعال والسريع لتعهدات المناخ التي تم الإعلان عنها في مختلف الدول على نحو يحافظ على هدف خفض درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية ويجعل تحقيقه في المتناول